التهيئة لفصل الثماني الأشكال الهندسية والاستدلال المكاني أجب عن أسئلة التهيئات الآتية ما اسم كل مجسم مما يأتي؟ ما اسم هذا المجسم؟ هذا مجسم كرة وهذا المجسم انظر جوانبه مثلثات إذن هو هرم وهذا المجسم قاعدته دائرة ولديه إذن قاعدة ثانية دائرة وجوانبه منحنية إذن هذه أسطوانة لما هذا الشكل فجوانبه جميع المربعات إذن هو مكعب وهذا الشكل لديه قاعدة واحدة دائرية ورأس مدبب إذن هذا مخروط وهذا الشكل جوانبه انظر مستطيلات إذن هو متوازي مستطيلات ما عدد أضلاع كل شكل من الأشكال الآتي؟ هذا الشكل المربع له واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة أضلاع هذا الشكل الدائرة ليست لديه أضلاع إذن نقول ليست له أضلاع هذا الشكل له واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أضلاع إذن له خمسة أضلاع ما اسم الشكل المجاور وما عدد أضلاعه؟ هذا الشكل هو عبارة مثلث له ثلاثة أضلع إذن اسمه مثلث وعدد أضلعه ثلاث أضلع ما اسمه كل شكل مما يأتي هذا الشكل هذا مضلع لأنه مغلق ونظر إلى عدد أضلعه واحد اثنان ثلاثة أربع إذن اطلق عليه مضلع رباعي وهذا أيضا مضلع كم عدد أضلعه واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة خمسة أضلع إذن نقول مضلع خماسي هذا مضلع أيضا عدد أضلعه واحد اثنان ثلاثة أربع نستطيع أن نقول عنه مضلع رباعي ولأن جميع زواياها قائمة فنستطيع أيضا أن نطلق عليه مستطيل